رسالة من البحرين بتاريخ 17-5-2022 سؤالها عن علي بن مهزيار بعد أن انتشرت الأنشودة الإيرانية المهدوية السلام فرمنذا سلاما أيها القائد الخطاب للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه جاء في بعض منها في بعض من هذه الأنشودة ذكر علي بن مهزيار ومن هنا جاء هذا السؤال كثيرون من من استمعوا إلى الأنشودة يتساءلون عن علي بن مهزيار من هو هذا؟ ما حكايته؟ في البداية سأحدثكم عن آل مهزيار بشكل سريع ومجمل ثم أنتقلوا كي أحدثكم عن علي بن مهزيار المقصودي الذي ذكر في هذه الأنشودة مهزيار مهزيار رجل فارسي كان يعيش في زمان الأئمة في الزمن العباسي كان يعيش في مدينة هنديجان وهي مدينة إيرانية وفي زماننا هذه المنطقة تابعة لإقليم خوزستان أهلها من الفرس في الزمن السابق وحتى في زماننا فمهزيار رجل فارسي إيراني كان مسيحيا وبعد ذلك صار مسلما حين دخل الإسلام أولاده كانوا صغارا من أولاده شخصيتان مشهورتان في أوساطنا الشيعية ولده علي وولده إبراهيم علي ابن مهزيار الذي أتحدث عنه الآن بحسب القرائن المتوفرة ما هو بعلي ابن مهزيار الذي تحدثت عنه الأنشود من خلال القرائن وإن كان هناك من يقول إنه هو علي ابن مهزيار هذا هو الذي له قبر في أيامنا هذه ومزار في مدينة الأهواس كان صغير السن حينما صار أبوه مسلما وترك الديانة المسيحية حين شب وكبر تواصل مع إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بواسطة الحسن ابن سعيد الأهوازي وهو شخصية شيعية مرموقة آنذاك الحسن ابن سعيد الأهوازي هو الذي عرف علي ابن مهزيار الأهوازي على إمامنا الرضا وتوثقت علاقته بمحمد وآل محمد منذ ذلك الحين صار مقربا من الإمام الرضا ومقربا من الإمام الجواد ومقربا من الإمام الهادي صار من فقهاء الشيعة من رواة الحديث من وكلاء الأئمة من الشخصيات الممدوحة جدا في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم راوية حديث معروف إنه علي ابن مهزيار الأهوازي هم انتقلوا من مدينة هنديجان إلى مدينة الدورق كانت تسمى قديما بمدينة الدورق في زماننا يقال لها مدينة الفلاحية مدينة الفلاحية والتي تسمى رسميا في إيران بمدينة شادقان هي في المنطقة التي كانت تسمى في زمان الأئمة بالدورق ومن هنا يقال له علي ابن مهزيار الدورق الأهوازي فالدورق مدينة قديمة كانت قريبة من الأهواز في بلاد الخوز في خوزستان أخوه كذلك إبراهيم ابن مهزيار شخصية مرموقة في أجواء الشيعة وهو من رواة الحديث ومن رجال الغيبة أيضا فهو معدود في وكلاء الناحية المقدسة إبراهيم ابن مهزيار علي ابن مهزيار له ولد معروف هو محمد ابن علي ابن مهزيار وإبراهيم كذلك له ولد معروف معروف في أوساطنا الشيعية معروف في أوساط رواة الحديث محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار وقد يقرأ مهزيار المازيار محمد ابن إبراهيم ابن المازيار هذه الشخصيات من عالم مهزيار شخصيات معروفة في كتب الحديث علي ابن مهزيار وولده محمد محمد ابن علي ابن مهزيار وكذلك إبراهيم ابن مهزيار وولده محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار الذي ذكر في العنشود ما هو بواحد من هذه الأسماء التي ذكرتها لكم وهي أسماء مرموقة محترمة في أوساطنا الشيعية الذي يبدو من القرائن أن علي ابن مهزيار الذي ذكرته الأنشود هو صاحب حكاية اللقاء مع إمام زماننا وهو علي ابن إبراهيم ابن مهزيار فعلي هذا هو ابن الشقيقي علي ابن مهزيار الراوية المعروف الذي صاحب إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي من القرائن مستبعد أن علي ابن مهزيار قد طال عمره إلى زمان متأخر وقت الغيبة الصغرى وقت الغيبة الأولى لأن القرائن تقول من أن علي ابن مهزيار الذي وفق للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في زمان ليس في بدايات الغيبة الصغرى وإنما بعد مقطع زماني منها فمستبعد أن علي ابن مهزيار الذي كان شابا وكبيرا زمان الإمام الرضا من أنه هو الذي حدثت معه هذه الواقعة وإن كان البعض يقول بهذا لكن القرائن التي بين أيدينا لا تساعد على ذلك من خلال دراستنا لتأريخ علي ابن مهزيار الذي صاحب الإمام الرضا وصاحب الأئمة من بعده صلوات الله عليهم ومن خلال القرائن التي وردت في حكاية لقاء علي بن إبراهيم ابن المازيار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عندنا في كتب الحديث عندنا ثلاث حكايات حكاية جاءت في كتاب غيبة الطوس هذا هو كتاب غيبة الطوس وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 171 سبعين ذكر الطوس بسنده حكاية عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار من أنه وفق للقيا صاحب الأمر وجاء في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق جاءت حكايتان هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة جاءت الحكاية الأولى صفحة 473 برقم هو التاسع عشر في الباب الذي عنوانه ذكر من شاهد القائمة ورآه وكلمه فجاءت هذه الحكاية عن إبراهيم ابن مهزيار وليس عن علي ابن إبراهيم ابن مهزيار تبدأ الحكاية صفحة 473 وتنتهي في صفحة 480 وهناك حكاية أخرى جاءت في صفحة 492 بالرقم الثاني والعشرين وتنتهي هذه الحكاية صفحة 497 جاءت عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار إذن عندنا ثلاث حكايات حكاية في غيبة الطوسي عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار وهي تختلف بعض الشيء عن حكاية علي بن إبراهيم ابن مهزيار التي جاءت في كمال الدين وتمام النعمة وحكاية ثالثة عن إبراهيم ابن مهزيار بحسب الأسماء فإن إبراهيم ابن مهزيار يكون أبا لعلي ابن إبراهيم ابن مهزيار إن لم يكن شخصا آخر الأسماء تتشابه إذا ما تفحصنا هذه الروايات قد تتفق في بعض النقاط وقد تختلف في نقاط أخرى وذكرت فيها بعض الأشياء التي نحن لا نعرفها عن العترة الطاهرة على سبيل المثال مثلا في حكاية إبراهيم ابن مهزيار جاء ذكر من أن الإمام الحجة له أخ يقال له موسى وهذا شيء نحن لا نعرفه عن العترة الطاهرة جاء جاء مذكورا في حكاية إبراهيم ابن ابن مهزيار ومن أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه له أخ يقال له موسى وجاء أيضا في هذه الرواية بعض بعض التفاصيل التي لا نعهدها في أحاديث الغيبة والظهور أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في روايتي علي بن مهزيار علي بن إبراهيم ابن مهزيار التي جاءت في كمال الدين وتمام النعمة جاء فيها ذكر أيضا للإمام الحجة ولأخيه موسى وإن كان بنحو إجمالي وجاء فيها ذكر لبعض المطالب غير الواضحة بخصوص علامات الظهور أما ما جاء في غيبة الطوس فقد ورد في الحكاية من أن علي بن إبراهيم ابن مهزيار سأل الإمام الحجة فقلت يا سيدي متى يكون هذا الآمر إنه يسأل عن ظهور صاحب الآمر فقال إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الكواكب والنجوم فقلت متى يا ابن رسول الله فقال لي في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة ومعه عصى موسى وخاتم سليمان تسوق الناس إلى المحشر فما علاقة خروج دابة الأرض وأن تسوق الناس إلى المحشر مع علاء الظهور ووقت الظهور الشريف وقت دابة الأرض إنما يكون بعد انتهاء مرحلة الرجعة هذا واضح في الأحاديث الشريفة وقد تحدثت عن هذا المطلب مرارا وكرارا في العديد من برامج المتوفرة على الشبكة العنكبوتية كما قلت لكم قبل قليل أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل إنما هي جولة سريعة فيما ذكرت هذه الحكايات سأقرأ لكم حكاية واحدة منها لكن هذه الحكايات ترتبط فيما بينها في بعض المطالب وتختلف فيما بينها في بعض المطالب أيضا نذهب إلى فاصل بحسب ما جاء في غيبة الطوسي فإن علي بن مهزيار والذي هو علي ابن إبراهيم ابن مهزيار يكون ابن شقيقي علي ابن مهزيار الأهوازي راوية الحديث المعروف هو يقول حجشت عشرين حجة كلا أطلب به عيان الإمام عيان الإمام يعني معاينته يعني اللقاء به فلم أجد إلى ذلك سبيلا حجشت عشرين حجة كلا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلا أقرأ عليكم ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق صفحة أربعمية واثنين وتسعين إنه الرقم الثاني والعشرون بالسند الذي ذكره الصدوق عن أبي جعفر محمد ابن الحسن ابن علي ابن ابراهيم ابن مهزيار قال سمعت أبي يقول سمعت جدي ولا أريد أن أقف عند كلمة سمعت أبي يقول سمعت جدي لأن نقاشا قد يقع في مسألة السند ولا أريد أن أناقش السند سأقرأ الحكاية لكم هكذا حدث علي ابن ابراهيم ابن مهزيار فقال صفحة 493 كنت نائما في مرقدي في بيته في بيته في خوزستان كنت نائما في مرقدي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي حد فإنك تلقى صاحب زمانك علي ابن ابراهيم يقول فانتبهت وأنا فرح مسرور فما زلت في الصلاة حتى انفجر عمود الصبح حتى انفجر عمود الصبح يعني الفجر استيقظ قبل الفجر وذهب لي صلي فما زلت في الصلاة حتى انفجر عمود الصبح وفرقت من صلاتي وخرجت اسأل عن الحاج عن الحاج يعني عن الذين يذهبون الى الحاج عن الحجاج وخرجت اسأل عن الحاج فوجدت فرقة تريد الخروج فبادرت مع اول من خرج فما زلت كذلك حتى خرج وخرجت بخروجهم اريد الكوفة فلما وافيتها في بعض النسخ اريد مكة ولكن اقرأ من النسخة التي بين يدي حتى خرج وخرجت بخروجهم اريد الكوفة فلما وافيتها نزلت عن راحلتي وسلمت متاعي الى ثقات اخواني وخرجت اسأل عن اال ابي محمد يعني عن اال الحسن العسكري يسأل عن اخبارهم في الكوفة وخرجت اسأل عن اال ابي محمد وهذا عنوان لامام زمان صلوات الله عليه وخرجت اسأل عن اهل ابي محمد فما جلت كذلك فلم اجد اثرا ولا سمعت خبرا اقرأ النص مثل ما هو بين يدي وخرجت في اول من خرج اريد المدينة انها مدينة النبي انها المدينة المنور فلما دخلتها لم اتمالك ان نزلت عن راحلتي كان مسرعا في هذا الامر لم اتمالك ان نزلت عن راحلتي وسلمت رحلي الى ثقات اخواني وخرجت اسأل عن الخبر واقف الاثر واقف الاثر اتبع الاثر فلا خبرا سمعت ولا اثرا وجدت فلم ازل كذلك الى ان نفر الناس الى مكة توجه الى مكة وخرجت مع من خرج حتى وافيت مكة ونزلت فاستوثقت من رحلي استوثقت من رحلي اي جعلته في مكان امين في مكان موثوق ونزلت ونزلت فاستوثقت من رحلي وخرجت اسأل عن آل ابي محمد فلم اسمع خبرا ولا وجدت اثرا فما زلت بين الاياس والرجاء متفكرا في امري وعائبا على نفسي عائبا على نفسي انني لست موفقا وقد جن الليل فقلت ارقب انتظر الى ان يخلو لي وجه الكعبة لاطوف بها واسأل الله عز وجل ان يعرفني املي فيها فبينما انا كذلك وقد خلى لي وجه الكعبة اذ قمت الى الطواف فاذا انا بفتن مليح الوج مليح الوج انه وسيم الوج فاذا انا بفتن مليح الوج طيب رائحة متزر ببردة متشح باخرى وقد عطف بردائه على عاتقه عطف بردائه على عاتقه انه جاء به من جهة اليمين الى جهة الشمال او جاء به من جهة الشمال الى جهة اليمين وقد عطف بردائه على عاتقه فرعته فرعته خاف منه فرعته فالتفت الي فقال ممن الرجل فقلت من الاهواس فقال اتعرف بها ابن الخصيب فقلت رحمه الله دعي فأجاب توفي فقال رحمه الله لقد كان بالنهار صائما وبالليل قائما وللقرآن تاليا ولنا مواليا فقال اتعرف بها بالاهواس علي ابن ابراهيم ابن مهزيار فقلت انا علي فقال اهلا وسهلا بك يا ابا الحسن هذا من اعوان صاحب الزمان اتعرف الصريحين المراد من الصريح هو واضح النسب الاصيل اتعرف الصريحين قلت نعم قال ومن هما قلت محمد وموسى محمد هو صاحب الامر وموسى هو اخوه كما يبدو من حكاية ابراهيم ابن مهزيار فلربما حدث خلط بين هذه الحكايات وإلا فنحن لا نعرف اخا لامام زماننا يقال له موسى ثم قال هذا الفتى المليح يسأل علي ابن مهزيار ثم قال ما فعلت العلامة التي بينك وبين ابي محمد هناك علامة فيما بينك وبين الامام الحسن العسكري فقلت معي علامة يعني ان اثرا ان شيئا يعود الى الامام الحسن العسكري كان كان يمتلكه اما انه قد اخذه بنحو مباشر من الامام العسكري واما قد وصل اليه من خلال عائلته التي هي على علاقة وثيقة بالامة صلوات الله عليه ما فعلت العلامة التي بينك وبين ابي محمد فقلت معي فقال اخرجها الي فاخرجتها الي خاتما حسنا على فصه محمد وعلي سجع ذلك الخاتم هو هذا محمد وعلي فلما رأى ذلك بكى مليا ورن شجيا فاقبل يبكي بكاء طويل وهو يقول رحمك الله يا ابا محمد فلقد كنت اماما عادلا ابن امة وابا امام اسكنك الله الفردوس الاعلى مع ابائك عليهم السلام ثم قال يا ابا الحسن صر الى رحلك وكن على اهبة من كفايتك حتى اذا ذهب الثلث من الليل وبقي الثلثان فالحق بنا فانك ترى مناك ان شاء الله قال ابن مهزيار فصرت الى رحلي اطيل التفكر الى رحلي الى المكان الذي كان مستقرا فيه ووضع ما معه من اغراض في سفره يحتاج اليها فصرت الى رحلي اطيل التفكر حتى اذا هجم الوقت صار وقت الموعد فقمت الى رحلي واصلحته وقدمت راحلتي وحملتها وحملتها حملتها بما عندي من اغراض وصرت في متنها حتى لحقت الشعب المكان الذي كان قد تواعد فيه مع ذلك الفتى المليح حتى لحقت الشعب فاذا انا بالفتى هناك يقول اهلا وسهلا بك يا ابن حسن طوبى لك فقد اذن لك اذن لك بالمسير للقاء امام زمانك فسار وسرت بسيره حتى جاز بي عرفات ومنا وصرت في اسفل ذروة جبل الطائف فقال لي يا ابا الحسن انزل وخذ في اهبة الصلاة استعد لصلاة لصلاة الفجر فنزل ونزلت حتى فرغ وفرغت مما قام به من تهيئة انفسهما لصلاة الفجر ثم قال لي خذ في صلاة الفجر واوجز فاوجزت فيها وسلم وعفر وجهه في التراب ثم ركب وامرني بالركوب فركبت ثم سار وسرت بسيره حتى على الذروة حتى على ذروة الجبل تقرأ الذروة وتقرأ الذروة حتى على الذروة فقال المح هل ترى شيئا فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء البقعة النزهة هي البقعة البعيدة الطيبة النقية فقلت يا سيدي ارى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء انها بقعة مخضرة كثيرة العشب وكثيرة الشجر كثيرة الخضرة فقال لي هل ترى في اعلاها شيئا فلمحت فاذا انا بكثيب من رمل كثيب الرمل هو تل من الرمل فوقه بيت من شعر يتوقد نورا فقال لي هل رأيت شيئا فقلت ارى كذا وكذا فقال لي يا ابن مهزيا طب نفسا وقر عينا فان هناك امل كل مؤمل يشير الى بيت الشعر ذلك الذي يتوقد نورا ثم قال لي انطلق بنا فسار وسرت حتى صار في اسفل الذروة ثم قال انزل فها هنا يذل لك كل صعب فنزل ونزلت حتى قال لي يا ابن مهزيار خلي عن زمام الراحلة اترك زمام راحلتك فقلت على من اخلفها من الذي سيرعاها وليس ها هنا احد فقلت على من اخلفها وليس ها هنا احد فقال ان هذا حرم لا يدخله الا ولي ولا يخرج منه الا ولي فخليت عن الراحلة التعبير جاء في غيبة الطوس فقال حرم القائم لا يدخله الا مؤمن ولا يخرج منه الا مؤمن هذا حرم القائم ان هذا حرم لا يدخله الا ولي ولا يخرج منه الا ولي فخليت عن الراحلة فسار وسرت فلما دنى من الخباء من الخيمة سبقني وقال لي قف هناك الى ان يؤذن لك فما كان الا هني بعض الوقت فخرج الي وهو يقول طوبى لك قد اعطيت سؤلك قال فدخلت عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط النمط نوع من انواع البسط التي تبسط على الارض تفرش على الارض وهو جالس على نمط عليه نطع اديم احمر على ذلك النمط فراش من جلد قطعة عريضة من جلد هي هذه التي يقول عليها على مسورة ادين المسورة ما يتكأ عليه ويكون مصنوع من الجلد جلد يصنع كالكيس ويحش بالصوف بالقطن بشيء اخر متكئ على مسورة ادين فسلمت عليه ورد علي السلام ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر الفلقة هي القطعة لا بالخارق ولا بالبزق ولا اعتقد ان هذا التعبير دقيق الذي اعتقده لا بالخارق ولا بالبرق وليس ولا بالبزق لا بالخارق مظهره هيئته تكشف عن عقله وتكشف عن ذكائه وتكشف عن حلمه وحكمته فالخرق هو الذي يتصف بالخرق والذي يقال له الاخرق وهو الاحمق ولا بالبرق البرق الذي يتصف بالبرق والبرق الحيرة والدهش وانما تكون الحيرة والدهش من قلة العقل وقلة العلم ومن الخوف والفزع ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر لا بالخرق ولا بالبرق ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق ممدود القامة هو أقرب إلى الطول إمام زماننا مربوع القامة يميل إلى الطول هذا هو الذي يريد أن يخبرنا عنه علي ابن ابراهيم ابن مهزيار فيقول ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق ممدود القامة صلت الجبين صلت الجبين يعني أن جبينه واسع عريض مزهر بين لا يوجد فيه عيب هذا هو الذي يوصف بأنه صلت الجبين أزج الحاجبين أزج الحاجبين يقال للذي يكون حاجباه منتظمين وكأنه قد زجج حاجبين قد نظم شعر حاجبين فنهاية الحاجب تكون دقيقة ويكون الحاجب طويلا يكون شعره منتظما هذا هو الذي يقال له أزج له أزج الحاجبين ويقال للمرأة التي تحسن الحواجب من أنها تزجج الحواجب أزج الحاجبين أدعج العينين أدعج العينين صاحب العينين الواسعتين سوادهما واضح جدا وبياضهما واضح جدا وهذا الذي يقال له أدعج العينين عينان واسعتان السواد واضح جدا والبياض واضح جدا أدعج العينين أقنى الأنف أقنى الأنف الذي يكون أنفه لا بالطويل جدا ولا بالقصير جدا وفي نهايته لا يكون مدببا وإنما هناك انحناء جميل في نهاية الأنف هذا الذي يقال له أرنبة الأنف أقنى الأنف سهل الخدين سهل الخدين يعني أن خديه ليس منتفخين ليس ممتلئين باللحم فخداه لحمهما قليل هذا الذي يقال لخديه من أنه سهل الخدي على خده الأيمن خال والخال شامة شامة في لغة العرب هي التي تكون متميزة بلونها عن الجسد فالنقطة البيضاء في الجسد الذي لونه السواد يقال لها شامة والنقطة السوداء في الجسد الذي لونه البيض يقال لها شامة ويقال لها خال على خده الأيمن خال هذه أوصاف إمام زماننا بحسب علي بن إبراهيم ابن مهزيار فرأيت وجهه مثل فلقة قمر لا بالخارق ولا بالبرق ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق ممدود القامة صلت الجبين أزج الحاجبين أدعج العينين أقنى الأنف سهل الخدين على خده الأيمن خال نذهب إلى فاصل أستمر معكم في قراءة حكاية علي بن إبراهيم ابن مهزيار فلما أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفته فقال لي ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك في العراق الإمام يسأله عن إخوانه في العراق لأن الأهواز آنذاك كانت تعد من العراق ليس كما في زماننا الآن فإن الأهواز تعد من إيران في زمان الواقعة كانت الأهواز تعد من العراق ولذا في ما جاء في غيبة الطوس حين سأله من أي البلاد قال من العراق فقال من أيها قال من الأهواز هذا المثل المعروف ما وراء عبادان قرية هذا مثل عراقي يردده العراقيون منذ زمن بعيد منذ قرون فعبادان هي آخر قرية في العراق لأن بعد عبادان يأتي البحر وإن لا ليس المراد أنه لا توجد بلاد بعد عبادان بالنسبة للعراق آخر قرية فيه آخر مدينة على على الأرض فيه هي عبادان لذا يقولون ما وراء عبادان قرية باعتبار أن العراق تنتهي أرضه هنا وبعد عبادان يأتي البحر على أي حال فقال لي يا ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك في العراق يعني في الأهواس وربما يتحدث الإمام عن العراق عن الكوفة باعتبار أن ابن مهزيار ذهب إلى الكوفة مثلما قرأت عليكم بحسب النص الموجود بين يدي وإن كان السؤال كيف خلفت إخوانك يعني في البلد الذي كنت تعيش فيه حينما يسأل سائل كيف خلفت إخوانك في كذا يعني في البلد الذي بيتك فيه يا ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك في العراق قلت في ضنك عيش وهنات ضنك العيش الضيق والهنات المهانة المذلة قلت في ضنك عيش وهنات قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان العباسيون فهذا العنوان معروف في ثخافة العترة الطاهرة الأئمة يقولون بنو فلان ويقولون كذلك بنو مرداس ويقولون كذلك بنو الشيصبان إنهم العباسيون بنو فلان بنو مرداس وبنو الشيصبان والشيصبان اسم من أسماء الشيطان فقال لي يابن مهزيار كيف خلفت أخوانك في العراق قلت في ضنك عيش وهنات قد تواترت عليهم سيوف بن الشيصبان فقال قاتلهم الله أن يؤفكون أن يصرفون عن الحال الذي هم عليه كأني بالقوم قد قتلوا يتحدث عن العباسيين كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم في ديارهم في العراق في بغداد كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم ليلا ونهارا فقلت متى يكون ذلك يا ابن رسول الله قال قال إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله ورسوله منهم براء لا خلاق لهم لا حظ له لا شرف له لا نصيب له من الكرامة والسؤدات إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله ورسوله منهم براء ربما ينطبق هذا على القرامطة وما فعلوه أنا لا أريد أن أشرح كل شيء بالتفصيل لكن لحن هذا التعبير ورد في روايات أخرى وقصد منهم القرامطة هذه الحركة المعارضة التي كانت تعارض العباسيين في العراق وجذورها تعود إلى الدولة الفاطمية في مصر وقد نهبوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى اليمن وبقى وبقي في اليمن لمدة طويلة وقطعوا طريق الحاج والتعريخ فصل في هذه الموضوعات ولا مجال للحديث عنها في مثل هذه العجالة إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة وربما يراد من هذا في الزمن القريب من ظهور الإمام ويراد من العباسيين هم العباسيون في عصرهم الثاني في حكمهم الثاني في الزمان القريب من ظهور الحجة ابن الحسن إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله ورسوله منهم براء وظهرت الحمرة في السماء ثلاثا ظهرت الحمرة في السماء ثلاثا يعني في ثلاث ليال ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين اللجين يعني الفضة هذا المنظر لم يذكر لم يذكر لنا التاريخ من أنه قد حدث ربما حدث وربما سيحدث في قادم الأيام وظهرت الحمرة في السماء ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين تتلألأ نورا ويخرج السروسي من أرمينيه من هو هذا السروسي وفي بعض النسخ الشروسي من هو هذا نحن لا نعرفه ويخرج السروسي أو الشروسي من أرمينيا هناك احتمالات ذكرها من ذكرها لكننا لا نعرفه بالدقة ويخرج السروسي من أرمينيا وآذر بيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبل طالقان هذه طالقان قزوين أم طالقان خراسان نحن لا ندري لكن يبدو من القرائن هي طالقان قزوين لأن الحديث عن الري وعن الجبل الأسود والأحمر ما بعد الري فإن طالقان قزوين تقع شمال الري وهذه الجبال تقع شمال الري أيضا إذا صدق التشخيص وجاء دقيقا فهناك طالقان ثانية في خراسان ما بين خراسان وأفغانستان ويخرج السروسي أو الشروسي من أرمينيا وآذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحمة بالجبل الأحمر لزيق جبل طالقان فيكون بينه وبين المروزي المروزي نسبة إلى مدينة مر الذي ينسب إلى الري يقال له الرازي والذي ينسب إلى مر يقال له المروزي فيكون بينه وبين المروزي وقعة صيلمانية الوقعة الصيلمانية هي الوقعة الشديدة العظيمة المهلكة وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغير ويغرم منها الكبير ويغرم إما لطول زمانها وإما لشدة أهوالها ويظهر القتل بينهما فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء توقعوا خروجه توقعوا خروج الشروس إلى الزوراء فلا فلا يلبث بها حتى يوافي باهات هذه المدينة نحن لا نعرفها لا نعرف مكانا بهذا الاسم ورد في بعض النسخ ماهان ماهان هي جزء من بلاد إيران فلا يلبث بها حتى يوافي باهات ثم يوافي واسط العراق واسط العراق معروفة البلد الذي بناه الحجاج الثقفي ثم يوافي واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونها ثم يخرج إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغري وقعة شديدة تذهل منها العقول فعندها يكون بوار الفئتين بوار الفئتين المتقاتلتين وعلى الله حصاد الباقي هذه التفاصيل نحن لا نعرفها ربما حدثت ربما ستحدث في قادم الأيام يبدو أن خللا في النقل مثل ما هناك خلل في جهات أخرى من الرواية ثم تلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس فقلت سيدي يا ابن رسول الله ما الأمر أتاها أمرنا ليلا أو نهارا قال نحن أمر الله وجنوده قلت سيدي يا ابن رسول الله حان الوقت فقال الإمام اقتربت الساعة وانشق القمر بحسب الطبعة أضيف حرف الواو واقتربت الساعة في النص في المصحف لا يوجد حرف الواو اقتربت الساعة وانشق القمر بهذا تنتهي حكاية علي ابن ابراهيم ابن مهزيار التي أوردها الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة حكاية ابراهيم ابن مهزيار تختلف عن هذه الحكاية اختلافا واضحا وحكاية الطوس في الغيبة عن علي ابن ابراهيم ابن مهزيار تختلف عن هذه الحكاية في بعض الموارد وتلتقي في بعض الموارد لكنني قرأت عليكم الحكاية التي أجدها الأدق بالقياس إلى الحكايات الأخرى هي لا تخلو من خلل ولكنها هي الأفضل من بين الحكايات الأخرى هذه هي حكاية علي ابن مهزيار الذي حج عشرين مرة لأجل أن يلقى الإمام وما وفق لذلك ولكن الإمام بعد ذلك أذن له ووفق للقاء الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل